يا ترى كيف ممكن تكتشف الشخص أو الأشخاص الأكثر ذكاء ضمن مجموعة وبثلاث دقائق أو أقل هذا اللي رح نعرفه بحلقة اليوم فتابعنا السلام عليكم أهلا وسهلا فيك معك سائد يونس في هذه الحلقة حاب يكون الحديث عفوي وحاب أنه يعني ندردش مع بعض حول هذا الموضوع اللي أنا بعتبره من المواضيع المهمة لأنه في هذا العصر أنت إذا بدك تتخذ قرارات لو أنت مدير أو رائد أعمال أو حتى لو أنت كنت شخص في حياتك العادية من الضروري أنه يكون عندك حس التمييز أنك تقدر تميز الأشخاص من الأكثر ذكاء من الأشخاص اللي أنت ممكن تعتمد عليهم أكثر في حياتك وفي هذا الموضوع أنت محتاج طريقة فعالة تقدر تستخدمها بدون ما يشعره أو يشعر الطرف المقابل أنك أنت قاعد تعمل تست وبهاي الطريقة بسرعة تقدر تميز وتحدد منهم الأشخاص الأكثر ذكاء أو الأكثر كفاءة ومهارة ضمن مجموعة من الأشخاص وهي الفكرة أو هاي الطريقة بتبدأ من نقطة أساسية أو منطلق أساسي هو أنه أحيانا الأشخاص الأقل كفاءة أو أقل مهارة هما بيكون الأشخاص الأكثر سرعة أو أكثر استعجال في رغبتهم بإثبات أنفسهم يعني الشخص الأقل كفاءة أحيانا بيكون هو المتسرع في الإجابة أكثر هو اللي بده يثبت نفسه بشكل أكبر كل ما قلت ثقة الشخص بنفسه كل ما زادت رغبته والحاجة الداخلية عنده وأنا بدي أثبت نفسي وأبرهن كفاءتي ومهارتي في مواقف مختلفة طبعا إحنا ما منعمم أكيد عشان نكون واضح ما منعمم نهائيا ولكن بشكل عام هاي الطريقة بتستند على هذه الفرضية وبتحكي لك طبعا هي اقترحها أحد الأطباء وهي طريقة سهلة وبسيطة بإمكان أي شخص فينا يطبقها تقول لك إذا أنت ضمن مجموعة أنت مدير أو أنت في اجتماع أو أنت قاعد تتحدث لمجموعة من الأشخاص الطريقة ببساطة أنك تسأل سؤالين السؤال الأول وهنا الذكاء السؤال الأول يكون سؤال سهل سؤال سهل جدا أي حدا ممكن يجاوبه والسؤال الثاني وهنا تأتي المفاجأ أو السؤال القنبلة إذا بدك تسميه هو بيكون السؤال الأصعب حتى أنت تغربل تميز تفرز الأشخاص اللي رح يستعجلوا لأنهم هم ما بيعرفوا إلا يجابوا على السهل وممكن يتعثروا مع الصعب وبين الأشخاص اللي رح يكونوا أكثر وعيا وأكثر ذكاء في التعامل مع هاي الأسئلة وخلينا ناخد مثال نفرض على سبيل المثال أنك أنت في اجتماع وهالأيام يمكن مع الظروف الحالية الاجتماعات الواقعية قلت كثيرا يعني سواء اجتماع حقيقي فعلي مع الناس أو اجتماع أونلاين من خلال تطبيق مثل زوم أو غيره وأنت مدير شركة وبدك تناقش الخطة التسويقية مع التيم تبعك وعندكم ضايل في الميزانية 5000 دولار وبدكم تناقشوا كيف حينصرفوا ال5000 دولار هذول طبعا أنت بذكاءك وبواعيك هنا رح تبدأ بسؤال سهل وممكن أي حدا يجاوبه فممكن تسأل مثلا لو سمحتوا ذكروني إيش يعني ROI أي حدا في التسويق أكيد رح يعرف جاوبك إيش يعني ROI Return on Investment العائد على الاستثمار أو مثلا طالما هو اجتماع تسويقي والناس اللي معك يعني نفترض بهذا المثال أنهما يعني يعرفوا بالتسويق فممكن تسألهم يعني لو سمحتوا ذكروني إيش هما العناصر الخامسة للMarketing Mix مثلا أو إيش هما ال5Ps of Marketing اللي هما طبعا Product, Price, Promotion, Place and People طبعا أي حدا في التسويق رح يعرف هاي المعلومات ويعني هيك كمعلومة عامة هما عندك أنت خمس عناصر أساسية بيسموهم الMarketing Mix أو 5Ps of Marketing المنتج, السعر, الترويج, المكان والأشخاص طبعا في تفاصيل كثير جواتهم هما في علم أكبر وأكبر اسمه التسويق وهذا علم أنا شخصيا شغوف جدا فيه وأعشق هذا العلم وأنت بطبيعة الحال لو بدك تنجح كرائد أعمال في هذا العصر بدك تفتح مشروع وتنجح فيه يجب أن تنجح في التسويق لأنه في النهاية أنت في بيزنس اسمه بيزنس الماركتينج أي شي بدك تعمله أي شي بدك تروجه فهو يعود إلى التسويق بالمناسبة على الهامش هيك طالما بنحكي عن موضوع التسويق وريادة الأعمال لو أنت بتفكر بيوم الأيام يكون عندك مشروعك الخاص سواء تبدأ مشروعك الخاص أو تبدأ بيزنس إضافي يكون على الهامش إلى جانب عملك الحالي وممكن يتحول بيوم الأيام إلى بيزنس أساسي أو مصدر الدخلك الأساسي فما تفوتك المحاضرة المجانية اللي موجودة عندنا على الموقع محاضرة تدريبية مجانية بأكثر من ساعة ونص بشرح لك إيش هي أفضل فكرة مشروع ممكن تبدأها في الوقت الحالي ومن بيتك وبدون رأس مال وبدون حتى ما يكون عندك شهادات أو خبرات مسبقة بيزنس حقيقي إحنا بنحكي بيزنس من مهاراتك وخبراتك وشغفك وتستخدمه بطريقة فعلا تكون رائعة ويكون مشروع مميز فأكيد ما تفوتك هاي المحاضرة والرابط موجود في صندوق الوصف شاهدها قبل ما تم إزالتها من الموقع وخلينا نتابع بموضوع اكتشاف الأذكياء طبعا أنت هنا سألت السؤال السهل فرح تلاحظ أنه بعض الأشخاص قفزوا بسرعة للإجابة لأنه سهل وبدو يثبت نفسه فأنت لما قلت له بله ذكروني إيش الـ ROI رح يقول لك واحد ألا حايد على السثمار ينطيك فجأة بكل حماس وبكل قوة ما تنخدع بهؤلاء الأشخاص اللي رح يقفز ويستعجل بالإجابة راقب ردود الأفعال راقب المجموعة رح تلاحظ أنه في بعض الأشخاص بتردد وإنهم يجاوبوا هذول الأشخاص ممكن أكثر ذكاء أو عندهم معلومات أكثر فرح يشكك بسؤالك يعني رح تلاقي قيع بفكر أنه معقول هذا السؤال هيك يعني ما في ورائشي ما في تفاصيل أكثر فرح يتردد أنه يجاوب بينما الشخص اللي نعتبر أنه هو الأقل ذكاء رح يستعجل بالإجابة أكثر طب كيف أنت رح تفصل ما بينهم رح فعلا تتأكد أنه حكمك في البداية كان صائب هنا بيجي السؤال الثاني أو سؤال القنبلة سؤال المفاجأة طيب كيف إحنا ممكن نصرف ما تبقى من ميزانية تسويقية وضعا ما تتسرع بالحكم على الإجابة لهذا السؤال بدك تراقب أيضا ردود الأفعال السؤال هذا هدف منه أنك أنت تفرز الناس عن بعض أكثر فرح تلاحظ أيضا أنه في جزء إضافي رح يجاوبه أيضا بسرعة ممكن الجزء الأول اللي رح يتخربطه بهذا الموضوع اللي هما ما عندهم الأفكار ما عندهم المعرفة الكافية فرح ينسحب خلص هو الإيغو تبعه يعني راضى الإيغو تبعه بأنه جاوب على السؤال الأول السهل وهو استمتع بالموضوع وخلاص ما رح يجاوب ورح ينسحب تدريجيا الآن الشخص الذكي أو الأكثر ذكاء ما رح ياخذ السؤال بسطحية رح يفكر دائما أنه فيه أوجه كثيرة للإجابة عن أي سؤال فرح هو يبدأ يسألك أنه طب أنت شو هدفك إحنا شو هدفنا شو هدفنا الرئيسي ما رح ينطه يقولك مباشرة أنت لازم تصرفه كله على إعلانات في الجريدة أو أنت لازم تحطه كله إعلانات في الفيسبوك رح يحاول يفهم منك أنت شو بدك وهنا بهذه الطريقة بسؤالين بس وبأقل من ثلاث دقائق أنت قدرت تفرز الناس لعدة مجموعات وتوصل لمعرفة المجموعة الأكثر ذكاء والأكثر وعيا اللي بياخدوا كلامك بشكل جدي بيفكروا فيه ما بيتسرع بالإجابة وهذه طريقة حقيقة طريقة سهلة بسيطة وجميلة بإمكانك تجربها وإذا جربتها وحصلت فيها على نتائج باتمنى أنك ترجع تشارك الأفكار معنا هنا في هذا الفيديو وشو صار معك وشو الردة الفعل كانت وهنا السؤال إليك يا ترى شو رأيك أول شي بهاي الطريقة عجبتك أو لا بتحب أنك أنت تجربها أو لا وهل بتعتقد أنه فعلا رح تكون إلها نتائج مرضية بالنسبة إليك أنك أنت تلقط الأشخاص الأكثر ذكاء بهاي الطريقة البسيطة أو لا شاركنا الأراء في التعليقات خلينا نتفاعل أكثر وأكثر في قسم التعليقات ولو جربتها ونجحت معك أو وجدت إلها نتائج ارجع على هذا الفيديو واكتب لنا تجربتك عن هذه الطريقة في التعليقات طبعا طالما أنت شاهدت هذا الفيديو لهاي النقطة فأنت أكيد مهتم بالفراسة بلغة الجسد كيف أنت تتواصل مع الناس وتفهم أفكار الآخرين من لغة جسدهم ولذلك أنا جهزت لك قائمة تشغيلية بأفضل وأروع الفيديوهات عن هذا الموضوع عندنا في القناة ظهرت الآن أمامك على الشاشة اضغط على الفيديوهات ابدأ المشاهدة واستمتع وطبق وبشوفك هناك سلام عليكم سائد يونس